أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت طلبت منكم ترطلوا الآيات الثلاث من الصورة وتحفظوها والآن سنسمعوا لصي ظهار إحدى المستفيدات تفضل زهرا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالذين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين جيد زهرا تبارك الله عليك والآن سنقرأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالذين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين نعود ونقرأ السورة مرة أخرى وترددوا من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالذي يكذب بالدين لا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين جيد جيد إلياس أعيد ولا يحض على طعام المسكين جيد وقت الله عليك إذن أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين كيفما تتعرفوا جميع أن الفضل دي الله تبارك وتعالى أعلن كبير والنعم دياله علينا كثيرة ماتت تعد ماتت تحصى ولكن كيفاش خاصنا نقابلوا هاد النعم هذي نعم نشوفو إلياس نعم نقابلوها بالحمد والشكر جيد إلياس تبارك الله عليك خاصنا نشكر الله تبارك وتعالى ونحمدوه على النعم دياله وهذا اعتراف منا بالنعم وتأدب مع الله تبارك وتعالى ولكن كيفاش تيكون شكر النعم شكر النعم تيكون بالقلب وباللسان وبالعمل أيضا وكيفاش تيكون الشكر بالقلب شوفوا عائشة نشكروا الله بقلبنا ونعرفوا أن النعمة الله كثيرة نعم جيد عائشة تبارك الله عليك الشكر بالقلب أي من اللي تيحس لإنسان بالنعم اللي عنده وتيعرف أن صاحب هذ النعم هو الله تبارك وتعالى وتيعرف أنه خص يشكر الله عليها ويحمده كذلك والشكر باللسان أشنا هو؟ الشكر باللسان أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هو من اللي تيشعر الإنسان بالنعم الإلهية وتينتقل من الشكر بالقلب إلى الشكر باللسان يعني بالاعتراف بهذه النعم والتحدث عنها وما يخبهاش لأن الله تبارك وتعالى كيقول في الآية الكريمة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ جيد تبارك الله عليكم والآن نشوفوا معنى الشكر بالعمل كيفاش تيكون؟ الشكر بالعمل أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين أننا نستغل النعم الإلهية في الطاعات وفي الأعمال الصالحة ونجتانب المعاصي سواء نعمة الصحة أو نعمة المال أو غيرها من النعم اللي ما عندها حدود كيفما كيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وعيد الآية وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إذن نقرأ الآن الخلاصات اللي استنتجناها شكر النعم يكون بالشكر بالقلب وهو اعتراف الإنسان بالنعم والإقرار بالقلب أنه لا منعم إلا الله تعالى وشكر النعم يكون بالشكر باللسان وهو إظهار النعم الإلهية والتحدث بها وعدم إنكارها وشكر النعم كذلك يكون بالشكر العملي أي أن يستخدم الإنسان النعم الإلهية في طاعة الله ويجتنب المعاصي إذن نعيد هذه الخلاصات أنتم ترددون من بعد أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين نعم شكر النعم يكون بي الشكر بالقلب هو اعتراف الإنسان بالنعم والإقرار بالقلب أنه لا منعم إلا الله تعالى أنه لا منعم إلا الله تعالى جيد الشكر باللسان الشكر باللسان هو إظهار النعم هو إظهار النعم الإلهية والتحدث بها وعدم إنكارها مازيyan الشكر العملي الشكر العملي أن يستخدم الإنسان النعم أن يستخدم الإنسان النعم الإلهية في طاعة الله ويجتنب المعاصي مبارك الله عليكم إذن تعرفنا على كيفية شكر النعم و الآن أشنهي الثمرات ديال هاد الشكر نعم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين شكر النعم عنده ثمرات كثيرة منها على سبيل المثال للحصر التقرب لله تبارك وتعالى والفوز بالأجر الثواب و دوام النعمة و زيادة هاد النعمة كيف ما كيقول الله تبارك وتعالى و إذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم نشوفوا الآية على الشاشة و إذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم و عيد القراءة و ترددوا من بعد و إذ تأذن ربكم و إذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم لإن شكرتم لأزيدنكم جيد تبارك الله عليكم و شنو فهمنا من هاد الآية الكريمة نعم تفضلي خديجة من اللي تشكر الله على النعم تيزيدنا جيد تبارك الله عليك فعلا إلى الإنسان اعتارف بالنعم دي الله تبارك وتعالى و اتحدث بها و اوظفها في الأمور لتترضي الله تبارك وتعالى سيزيد من فضله و من النعم اللي اعطاه استمعوا سنقرأ هذه الخلاصة و أنتم مرددوا من بعد شكر النعم هو الثناء على الله و ذكر إحسانه و الاعتراف بكرمه و فضله و صرفها في طاعته و العبارة الثانية كتقول شكر النعم سبب زيادتها و الفوز برضى الله تعالى إذن أعيد القراءة مرة ثانية و ترددوا من بعد شكر النعم هو الثناء على الله و ذكر إحسانه و ذكر إحسانه و الاعتراف بكرمه و فضله و الاعتراف بكرمه و فضله و صرفها في طاعته و صرفها في طاعته جيد نشوف الآن العبارة الثانية و ترددوها من بعد شكر النعم شكر النعم سبب زيادتها سبب زيادتها و الفوز برضى الله تعالى و الفوز برضى الله تعالى جيد تبارك الله عليكم و باش تبتوء هذا الدرس راجعوا موضوع شكر النعم اللي غادي توجدوه في الكتاب المقرر قبل من نهيو حلقتنا اليوم تنطلب منكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين تحفظوا هذه الآيات الكريمات و باش تنميوا المعارف ديلكم غادي نكلفكم بالبحث فأنواع نعم الله تعالى على الناس البحث عن أنواع نعم الله تعالى على الناس سوف تدارسوها في الحلقة المقبلة إن شاء الله وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية انتقلوا لمادة الحساب و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا